اسألك سؤال بعيد شوية عن إطار عملك حالياً في اتحاد الكرة العمل الإداري ألطف وأحسن ولا ترجع التدريب أحسن يقع حشك إيه أكثر التدريب متعة طبعاً لكن يمكن دايماً في تطور الدوافع لأي فرد وتطور الطموحات لأي فرد بعد ما بينتهي فترة معينة من فترات العمل اللاعب أو مدرب وبعدين بتصل في التدريب مثلاً اللي أعلم وستوى أنك أنت بتشتغل في منتخب المنتخبات المصرية لما بتجي يعني تعتزل التدريب أو تبطل التدريب فيبيبدأ تاخد كل الخبرات الفنية دي وتبدأ تتحول إلى الجانب الإداري ملصاقة طبعاً بالجانب الفني فبتبع عندك الطموح أنك أنت الخبرات اللي مريت بيها كلعيب كمدرب كحكم كإداري إزاي الخبرات دي تنقلها للآخرين وإزاي المشاكل اللي أنت وجهتها اللي وجهتك طوال في مسيرتك الحياتية دي إزاي تقدر تعالجها وفي نفس الوقت مريت بخبرات معينة محتاجة أنها تسقل أو محتاجة أنها يعني تورس للآخرين اللي هو بنسميها الإرس الرياضي فدي من الحاجات المهمة جداً في عملية الطموح الإنسان ودوافعه والانتماء اللي المكان هو اللي بيخليك أنك أنت دايماً بتسعى أنك أنت تقدم الأفضل والما قدرتش تحققه بتسعى أنه الآخرين يقدروا يوصلوله ويقدروا حققه الفترة اللي فاتت دي كلها في العمل الإداري محدش خبط على بابك وقالك ما دكتور ما تيجي ترجع التدريب والله حصل حصل بالفعل يعني حصل بالفعل كان في أحد الأندية الكبيرة كان يتكلموا معايا أن أنا يعني أرتبط مع النادي أن أنا مسك منظومة كرة القدم بالكامل يمكن حصلت مرتين ولكن أن أنا فضلت طبعاً مع وجود الاتحاد المصر كرة القدم لما طلبني مجلس الإدارة اللي أنا بقدم لهم جاء عظيم الشكر على السيقة الغالية لما يكلموني طبعاً ما كانش ينفع أن أنا أروح نادي وأسيب حاجة خاصة باتحاد كرة القدم